مرحبا سلامة ارشاد تكونوا بكر لكم ألف ساحة و خير اليوم كل عادة رجعت لكم فيديو جديد وبصفة جديدة اليوم نحضر مع بعضنا رسائط صنبوخ صن تونسية شكون فينا ما يحبهش ما يتوحشهش اللي هي الملوية التونسية نحضر هلكم بطريقة بسيطة على الاخر كما تشوفوا مكونات موجودين في قدار و لانا منيش بش نستعمل حتى حاجة معناه بش تحسنها لاني بش نستعمل لحيب لحيب الياغور الطبيعي لحتى شي كما تشوفوا مكونات بازيك على الاخر لانا كما تشوفوا عندي كيلتين سنيت كيلة فرينة كيلة ماء لانا بالنسبة للماء استعملت ماء عادي مسبالة ماء بارد ما نسحقهش الماء سخون على خاطر مناش بش نحطو فيها خميرة و الملاوي كما تعرفوها ما تجيش بالخميرة و لانا عندي جوز مغارف المتاقة هو صغر ملح كما تشوفوا هدوم هم المكونات ما فيهم حتى شي و تودي راك نمشي مع بعضنا لطريقة التحضير كما تشوفوا لانا اول حاجة بديد بيها بش نحط الكمية الفرينة بش نغربها لانا على فكرة بالنسبة للمكونات راول الكاس اللي عندي بريس يرفع ميتين جرام انا استعملت اربعمية جرام زميد ارتب وميتين جرام فرينة كما تشوفوا زادة الملح حسب الرغبة وماء للعجنان كما تشوفوا اول حاجة بديد بيها الفرينة لانا غربلتها كما تعرفوا الفرينة لازم هكا بشي يكون فيها كعابر او كنحيوها كلكعابر الموجودين فيها وكي نخدموها نكونوا متأكدين اه معنايا ما فيها حتى شي لانا بش نغاد اللم في الخليط بالبي كما تشوفوا الكاس متاع الميل لو بريس كستعملتو الكل ولانا ضفت كاس اخر متاع مية بش نشوف اه قدش استحقت لي معناها العجنة اه ماء حسب تقريب حصلوا استحقت لي من ثلاثمين وخمسين ميلي ليلتر الاربعمية ميلي ليلتر مية على فكرة الكاسة داكرة ويرفع بالجرام ميتين جرام وبالميلي ليلتر اه ميتين وخمسين ميلي ليلتر ولانا العجنة بعد ما اتاكد انها بكلها تلمت لي معنايا ولات لي بكلها فرد عجنة لانا حتيتها على البلون دوت خفاي بش نو قد نخدم فيها بالباية والسميت كل ما تحطو له كمية باهية متاع مية كل ما يشرب مش كما الفرينة واحدة اذاك عليش فيه كل مرة بش تشوفوني نضيف شوية من المية وبش نو قد نخدم في العجنة بالباية او كانتو ما كان عندكم الروبو ولكن عندكم العجنة تحطو العجنة بتاكم تخدموها معنايا بالعجنة وتخليوها معنايا اكثر وقت بش تجيكم التكستير متاحة تبدأ ينسر تريا وسوبل وباش معنايا نعرفو العجنة بتاعنا انها ولات معناها حسب التقريب معنايا كيما نحبو عليها بالضبط وقت اللي اكل السميد والا اللون متاع السميد كيما اقول واحنا يبيض شوية معنايا معادش يكون اسفر لنا حسب التقريب راو العجنة تريس قاعدت نخدم فيها حكيت اربع دراج والا عشرين دقيقة بالضبط امل لنا راني جوز تمسرعة شوية في الفيديو بش الفيديو بتبيع ما يكونش تويل عليكم ما يكونش مومل او كسرعة في الفيديو اما سينو من معنايا منحية حتى مرحلة كيما تشوفوا لي العجنة ما اللي بديت نخدم فيها حتى التو وراو العجنة الملاوي معنايا ان جنرال والا خبز الملاوي راو يحب برش الخدمة ويحب برش العجنين مش كيما معنايا العجنة متع الملاوي اللي بشتعملوها بالفيرينة اكهو الا بشتعملوها بمحسن متع خبز كسوة بشتعملو حليب وإلا يغوط طبيعي ما تستحقش كيما نقولو اكثر عجنين مدام بشتعملوها بالماء اكهو بنتاجنوها اكثر وينيكون خير كيما تشوفوا لنا بريسك العجنة القاوم اللي حاشتي به تحصل تعديه لنا كيما تشوفوا العجنة معادش اللون متاحها غامق وإلا معادش كيما نقولو سميد اللون متاحه اسفر العجنة متاحه افتحت بالباهي وفي المرحلة هادي العجنة بش نخليها نرتاح راو بالنسبة الخبز الملاوي فما حاجتين مهمين انكم تخدموه بالباهي والحاجة الثانية انكم تخليوه زي دا يرتاح مش دوم معنايا ما تخدمو الخبز ولا دوم ما تعجنو الخبز تخدمو به كعبات الملاوي يلزم العجنة منيموم ترتاح نص ساعة وكان متوفر عندكم الوقت نجمو تخليوها حتى اكثر دا كيما تشوفو هادي العجنة متانا بعد ما خليتها ارتحت بالباهي لان خليتها في بلاسة هكا تكون دافية شوية بالنسبة للوقت ما خليتهش نص ساعة كهو لان خليتها ساعة بالضبط كيما قلتلكم كانكم مزروبين بالوقت معنايا نص ساعة تكفي وكان متوفر عندكم الوقت معنا يعجنتو العجنة من السباح وبش تحضروها للليل ولا للعشية نجمو تخليوها حتى من ثلاثة سواية اربعة سواية العجنة ما ما يسير لها حتى شي دا كيما تشوفو العجنة لا فيها لخميرة لا حتى شي لانا كيما تشوفو العجنة بشنا قد نقسم فيها على كويرات هكا متساوين لانا بش نقسمها باليد منيش بش نستعمل لها ساكينة لا حتى شي وبالنسبة للعجنة راو في المرحلة هذي تكون تتلسق شوية ضروري نستعينو بالزيت كيما تشوفو زيت زيتونة على جنب وكي نلقى هاكا الخبزة والعجنة بدت تتلسق وكي نحط لها الزيت ملوطة بش بتبيعة معنايا بش نجيو نشكلوهم ما يلسقوش وكيف كيف زي دا كيف كيف نخليوهم معنايا يرتاح ونحطو فوق منهم الزيت لان على فكرة العجنة بش نخدمها ديريكت كيما تشوفو دماء دماء نحط معنايا العجنة بش ناورق العجنة بتاعي وإلا بش نحلها بالبعه باتبيعة مع الاستعانة بالزيت على فكرة بالنسبة للزيت لنا استعملت راو زيت زيتونة انتو مكين تحسوا الطعمة متحوقية وإلا كان ما تحبوش بنجموه تستعملوا زيت نابات مفوما حاطة مشكل ام المنار وزيت زيتونة يظهر لي معناها ا 작업ان عزينةıyumin تشوفوا العجنة الي شكلتها اللولة واللا كينا تشوفو العجنة الي شكلتها العجينة الثانية ولا الخبزة الثانية كيفاش بيش نعملها نقل نحل فيها بالباهي بسواب على اليدين بتبيع بالاستعانة بالزيت لنا الزيت رو يخلي البات متاوعة وتتحللكم معناية تبدأ هيفا على الاخر ولنا البات كان هتا تقطعت لكم شوية راومش مشكل دجا هي من بعد بيش تتورق اه معناية عادي متخافوش منها المرحلة هذي كان العجينة متاكم تقطعت لكم ولا حاجة دجا انتم من بعد اه بيش تورقوها ولنا بيش نعمل الخبزات الكل بنفس الطريقة او الخبزة حتيت شكلتها هي اللي بيش نبدأ بيها اللولة معناها وبالتبيعة بش نخليها زادة هي كيف كيف ترتاح الوقت الكافي بعد ما نورقها لنا بتبيعة منيش بش نكمل معاكم الخبزات الكل والا كعبات المناوي الكل كيفية بش نورقهم بش ما يجيش للفيديو طويل عليكم او كوريتكم جس المراحل بشكل اول مرة يحبوا يعملوا معناه الملاوي التاريقة تكون واضحة كما تشوفوا لنا دوما كعبات الملاوي بعد ما كملت شكلتهم الكل لنا كما قلت لكم اه 600 جرام بين سميد وفارينة طيحوا لي ستة كعبات ولنا كما تشوفوا على جنب خريطة القلي اه بيش نحطوا يسخن بالباهي على الغاز لنا ضروري كعبت الملاوي معناه من شكلها كما الجاس يبدأ سخون بالباهي ما يكون شاكه دوب ما دوب ما سخن وقلا يكون بارد الحاجة هذي ضرورية سينو كعبت الملاوي تجيكم متشربة اه كمية كبيرة متعزيد ومتجيكمش زادة اه لون متاحها مزيان ولنا بالنسبة لطريق تشكيل الكعبات الملاوي كما تشوفوا الكعبة بعد ما نورقها اه ناخو كمية باهية متعزيد ونحاول باش نحل الكعبة بالباهي بالا بالكف معناه متع اليد نحلوها بالباهي حتى لوين تحصلوا على شكل هكا يكون اه مربع ولنا نحاولوا باش الكعبة بنحلوها شبرشة سينو جينا كبير على المقلة وإلا على القلية اه وكيكا ما ننجموش معناها اه نطيبوها معناه من عشيرات الكل وبتبيع انتو ما كان عندكم اكل القلية السبيسيال الخاس معناه بالملاوي نجمو تعملو فيه بتبيعة في الحجم متاع كعبة الملاوي تنجمو تكبروها قد ما تحبو وبالاخص الشكل متاحي فيكم ازين من اللي من اللي عملتو معناه في القلية لان على خاطر ما هوش متوفر عندي القلية باكا واللي تعملت بالقلية عادي قلية معناه طفال وباش نعمل بيه كعبة الملاوي لنا على فكرة راو بالنسبة لكعبة الملاوي قاعدا نطيب فيهم منيش نطيب فيهم في تياب كامل را نطيب فيهم في اقل شوية من تياب كامل معناه منيش نخلي فيهم حتى الوين نتحصل على القوة متاحهم هكا يكون متجرمش كيما نقول واحنا دوم ما يغمقوا من مشيرات الزوزك وإلا دوم ما يكتسبوا لون دوري مشيرات اللولة والثانية نولي نطلحهم وبالتبيعة نخليهم يرتاحوا على فكرة لنا بالنسبة للملاوي الكعبة اللي نطيبها ديريك نحطها في ساشي أليمانطيغ بتبيعة تكون نظيفة ولنا الملاوي باش تستحفظوا عليه وإلا بش يقعد لكم مدة طويلة يكون تريم لابس عليه ضروري دوم ما طيبو تحطوا في كل ساشي هذيكا باش سخانة ترجع عليه ويقعد معناه يتريم كيما نقول واحنا ما بيس الكمش باللهوية الموجود كالسوا في الكوجينة وإلا في الدار كيما تعرفوا الحاجة كيف تكون سخونة وتتعرض هكا للحرارة حرارة معناه عادية في الدار بتبيعة باش تنجم تيباس ولنا كيما تشوفوا دوم الكعبات بعد ما كملت حضرتهم الكل لنا بش نريكم كعبة كي بش نقصها كيفاش مورقة طيبة في حقها وبالحق ونحكي الكمش عريحة في الدار كيفاه بنينا على الاخر شوالينا كيما قلت لكم بالنسبة لكعبات الملاوي راني بش نعملهم هكا بكلهم بالفعز لحقيقة الملاوي اللي نعملتم كدبارة للعشاء كيما تشوفوا عندي على جنب حضرت بطاتا مقلية عندي هريستنا التونسية عندي حوكا تن جبن جبن مو ثلاثات زيتون وفلفل ملح وإلا فلفل ملح كيما تشوفوا الكعبة نحط لها شوية هريسة شوية جبن عملت زيتك كيف عظم مصموت وكيما تشوفوا لنا بالنسبة للفارس نحطوها من شيرابرق معناه منحطوهاش على كامل الكعبة بش مبعد كينا روديوها أولا نجينا سهلة وزيدك الفارسة ديكا معناه ما تشيحناش لعجنب لا على الجنبات لحتى شيء كيما تشوفوا دي الفارس اللي استعملتها بتبيع انتوما تعملوا الحاجة اللي تحبوا عليها الحاجة المتوفرة عندكم معناها ما تقيدوش كيما بالحاجات اللي عملتهم بتبيع انتوما اي حاجة ما تحبوهاش اللي مش متوفرة عندكم تنجموا وتستغنوا عليها وبتبيع اللي لنا الكعبات بعد ما بش نكمل العمرهم الكل بش نعود نطيبهم بكسوها في المقلة وإلا في الماشينة التالبانيني أو كانتوما تعملوا شنوها تحبوا لنا لحقيقة عملت واحدة بالماشينة التالبانيني واللي بقية خليتهم حتى الوين معناه بش نتعشاو لنا جوزت على خاطر بش نصور بش نصور لكم وليت حتيت كعبة اكها وطيبتها وبش نوريكم القوة متاحة من داخل كيفية على فكرة راوا حاجة بنينة على الاخر كسوها البات وإلا الفاغس بالحق حاجة بنينة على الاخر وكا جربوا الوصفة هذي عالطريقة نتيب وقلولي شنوها رايكم في التعليقات كسوها البات وإلا الفاغس بالحق حسيروا توقع دنام في المونتاج متاع الفيديو ونتفكر في البنة وكالتخشيخ وكالزين بالحق حاجة بنينة وروعة على الاخر كما تشوفوا بهكا نكونوا سنة الاخر الفيديو متانة بالنسبة لليوم إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة ونيتري داكم بعد ما تنساش بشاشوني بلي لايك وبيلي كومان طيب متاعكم لحلوين وكينكم زي دا اول مرة تزوروا القناة تواجبكم محتوى متاحة ما تنساش بش تعملوا اابوني وبش تفعلوا الجرس بش في كل مرة نهبت حاجة جديدة تصدلكم وطم بقاليكم بشغلكم بسلامة في امان الله وإن شاء الله ملتقنا في وصفات اخرين